موسيقى الى مصر بطلب التدخل في النزاع واشر المتحدث لان هذه الدعوات تمثل مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مغاجهة ارخب وتطرف يتم جلبه الى ليبيا من سوريا بعد ان تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية وفي ارجاء مختلفة في المنطقة العربية وابد المتحدث استغربه حيال ما وصفه مغامرة الادارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في ازمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها لتغليب تيارات معينة لا لشعبيتها وانما لمجرد تباعيتها الاديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي واشدد المتحدث على رفض مصر للتدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشان العربي قائلا ان هذه التدخلات تفتقر الى اي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الامن سواء كان ذلك في العراق او في سوريا او في ليبيا واختتم الدبلوماسي المصري بيانه بالقول ان الشعوب العربية ابا اي مساع او اطماع لمن يريدون تسير امورهم لتحقيق مصالح واهدف لا علاقة لهم بها ويأتي على خلفية التصعيد العسكري الذي شهدته ليبيا في الفترات الاخيرة حيث استطاعت قوة حكومة الوفاق المتبخضة الاتفاق السخيرات بدعم من تركيا احراز تقدم ميداني ملموس على حساب الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والوصول الى مشارف مدينة سيرت وفوض مجلس النواب الليبي المؤيد لقوة حفتر والذي يتخذ من طبرق مقر له مصر مؤخرا بالتدخل عسكري في ليبيا بغية حفظ امن البلدين القوبية وصف الرئيس التركي رجل طيب اردوغان الجمع خطوة مصر في ليبيا بانها غير مشروعة وقال اردوغانين خطوة مصر في ليبيا ودعمها لقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر غير مشروعة وذلك بحسب وكالة رويتارز وكان الرئيس المصري عبدالفتح السيسي قال ابس الخميس ان بلاده لن تقف مكتوفة الايدي في مواجهة اي تهديد مباشر للامن القومي المصري والليبي وذلك بعد ان طلب البرلمان الليبي القاهرة هذا الاسبوع بالتدخل العسكري في السرع وبحسب بيان الرئاس المصري اضف السيسي ان الهدف الاساسي لجهود مصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الاراضة الحرة لشعب الليبي من اجل مستقبل افضل لبلاده وللاجه للقادمة من ابنائه واضح رئيس المصري ان الخطوط الحمراء التي اعلنها من قبل هي بالاساس دعوة للسلام وانهاء الصراع في ليبيا يأتياد في الوقت الذي رجح فيه الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية تيمور احمدوفا الجمعة ان الامر لن يتطور الاشتباكات مباشرة بين الجيشين التركي والمصري في ليبيا وقال احمدوف لوكالة سبوتنيك الروسية لا اعتقد ان الامر سيشهد اشتباكات مباشرة بين تركيا ومصر في ليبيا لن يخاطر اي من الطرفين بتعميق النزاع على الرغم من انه يمكن التحدث عن استعداد مصر لتوسيع امدادات الاسلحة ولمبادرات لجذب القبائل لرضع قوات حكومة الوفاق الوطنية واوضح ان المهمة الرئيسية لمصر الان هي اقناع تركيا بالتخل عن مواصلة الهجوم على الشرق باتجاه المناطق النفطية ولكن بالنسبة لتركيا من المهم الان ان تبدأ العملية السياسية في ليبيا بشروط مؤاتية واضاف ان الانخراط في نزاع مسلح مباشر مع دولة عربية اخرى في المنطقة ليس افضل سيناريو بالنسبة لتركيا وتتباين التقديرات بشأن احتمالية نشوب مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في الاراضي الليبية خاصة في ذل التصعيد المتواصل بصوره المختلفة بعض التساؤلات تطرح نفسها في الوقت الراهر خاصة فيما يتعلق بالدول العربية وهل من الممكن ان يتكرر مشهد حرب 73 مرة اخرى ام ان بعض التغييرات طرأت على المواقف العربية